اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة نظمت حركة طلابية فلسطينية يوم الثلاثاء الماضي وقفة طلابية في القطاع غزة نصرة للمستضعفين في مدينة حلب ومسلمي الروهنجية وقالت الكتلة الإسلامية في غزة إنها نظمت وقفة طلابية أمام ميدان انتفاضة القدس على مفترق الأزهر بمشاركة قيادات من الكتلة في القطاع وحشد من طلاب المدارس والجامعات وحمل المشاركون في الوقفة عددا من اللافتات والشعارات المطالبة بنصرة المستضعفين في حلب ومسلمي الروهنجية. حثا كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قوات الأمن في ميالمار على التقييد بالقوانين في شمال غرب البلاد حيث أسفرت حملة عسكرية هناك عن مقتل المئات على الأقل ودفعت الآلاف إلى الهرب عبر الحدود إلى بنغلادش وقال عنان يوم الثلاثاء الماضي إن العمليات العسكرية يجب أن لا تعرض حياة السكان للخطر كما انتقد عنان عدم استجابة المجتمع البوذي للتعاون مع اللجنة على خلاف المجتمع المسلم الذي أدل بتصريحاته ومشاهداته حيال الاتهامات التي وجهت ضد سلطات ميانمار في ولاية أراكان وتعد عمال العنف في ولاية أراكان التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة سانسوكي التي تشكلت قبل ثمانية أشهر وأثارت دعوات للزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لفعل المزيد لمساعدة أقلية الروهنغية المسلمة التي حرمت من الجنسية والقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاقي من الأحد الماضي إلى تدخل خارجي لوقف الإبادة الجماعية لأقلية الروهنغية المسلمة في ميانمار بينما انضم آلاف المحتجين المنتمين لهذه الأقلية في كوالامبور ووصفت ماليزيا العنف بأنه تطهير عرقي ودعا نجيب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل وقال للحشد لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي ويراقب إبادة جماعية تحدث وتزايدت انتقادات ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لتعامل ميانمار مع العنف والمزاعم بارتكاب الحكومة انتهاكات في ولاية أركان بشمال البلاد التي دفعت مئات من الروهنغية للفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش احتشد منظمات الروهنغية يوم الجمعة الماضي أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية وسفارة ميانمار بالعاصمة لندن تنديدا بما يمارسه الجيش الميانماري ضد مسلمية الروهنغية في ولاية أركان بميانمار والدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ضد الروهنغية وقدم المتظاهرون الذين تجاوزا المئات عريضة فيها أكثر من ألفين توقيع يطالبون فيها بوقف عدوان الجيش الميانماري على المسلمين الروهنغية ويدعون المملكة المتحدة إلى العمل على تكثيف الضغوط الدولية على الحكومة واستعادة السلام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة وشكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة